السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة طبعا المسلمين في شتى أنحاء العالم بيبحثوا عن الأعمال المستحبة في بداية عام هجري جديد عشان يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الاكثار من الصلاة والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة وفي الصدد ده قال العلماء وأهل الدين أن هناك بعض الأعمال التي يفعلها البعض في بداية السنة الهجرية الجديدة بدعة ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن التقويم الهجري وضع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة أعوام وبالتحديد بعهد عمر الخطاب فلم يثبت في القرآن أو السنة أي فرض أو أعمال مستحبة في هذه الليلة ولكن بصفة عامة تقرب لله عز وجل في أي وقت من السنة من الأشياء المستحبة فمثلا يفضل تلاوة القرآن في هذه الليلة صلاة التهجد الدعاء الاكثر من الزكر من الأمور المستحبة كمان في أدعية جميلة جدا ممكن نقولها مع بداية العام الجديد ومنها اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها وأمنها وسلامها ونورها وبركاتها وعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معايشي وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي يا الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا وكل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته